سلام الله عليكم مشاهدين و اهلا بكم لمعرض لأهم ما تدولته الصحف لنهار اليوم البداية بيومية المساء الجزائرية التي عنونت قرار أممي يدين الكراهية والعنف ضد المسلمين حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة و لامس الجمعة قرارا يدين اي دعوة الى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز او العداوة او العنف ضد المسلمين و يدعو الى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الاسلاموفوبيا وتقرؤون عنوانا اخر على نفس اليومية الجزائر واذربيجان تعملان على الارتقاء بعلاقاتهما الى مرتبة التمييز في اشارة لها الى ديناميكية العلاقة الثنائية بين البلدين خاصة التعاون الطقوية ننتقل بكم مشاهدين الى جريدة القدس العربية الاسبوعية التي عنونت غزة نتنياهو وتأزم الداخل والخارج حيث تقول الجريدة ان رئيس حكومة الاحتلال يصارع على جباهات تأزم داخلية واخرى خارجية تترك متباعا الى جانب عجي او عدز الجيش الاحتلال عن احداث اي اختراق عسكري ميداني يمنح نتنياهو هامشة مناورة ملموسا فالخلافات داخل اطراف حكومة الحرب لم تعد تقتصر على وزراء المعارضة بل تمتد الى واشنطن التي باتت تكتسب صفة علنية تجري على ألسلة اعضاء يهود بارزين في الكونغرس والحزب الديمقراطي الى صحيفة العربي الجديدة التي عنونت في عنوانها الرئيسي تعويل على خرق بمفاوضات التهدئة اما في عنوانها الفرعية فتقرؤون المحادثات ستركز على الفجوات بما يشمل عدد المفرج عنهم والمساعدات الانسانية كما تقرأون ايضا اتصالات بين المخابرات المصرية وحماس لتجهيز بدائل محتملة لبنود قد تعيق الاتفاق وعشرات وشهداء من عائلة واحدة في مخيم النصيرات وكتبت صحيفة مقالا تحت عنوان جيوب فارغة تقول الصحيفة في مقالها اختفت السيول النقدية من جيوب الفلسطينيين في غزة اذ يعجزون عن تعويض ما ينفقون بعد تعطل النشاط الاقتصادي ولا يتمكنون من صرف ما يصلهم لتوقف عمل معظم مكاتب الصرفة والبنوكة نمر الان مشاهدين الى يومية الشرق الاوسط التي تطرقت في عددها لنهار اليوم الى الانتخابات الروسية وعنونت ربع قرن في الكريملين تمسك داخلي وحصان خارجي في اشارة لها حول نجاح فلاديمير بوتين لولاية جديدة بعد اغلاق مكاتب الاقتراع اليوم اما في الشأن السوداني فعنونت الجيش السوداني يصرح لن نسلم السلطة دون انتخابات ننتقل الى جريدة الوطن السورية التي عنونت الاحتلال وضع خطته لاجتياح رفح وامريكا لم ننطلع عليها وتقرؤون في فحوى المقال وفق رئيس وزراء الاحتلال بن يامين نتنياهو على ما سماه خطة عمل لشن هجوم بري على رفح حيث يتواجد وقول نحو مليون ونصف فلسطيني معظمهم من النازحين هم اكثر من نصف اجمالي سكانية القطاع في المقابل قال المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي انه لم يطالع على هذه الخطة مدعيا ان واشنطن لن تؤيد اي خطة تفتقر الى اقتراحات ذات مصداقية بهدف تأمين حماية المدنيين بهذا المشاهدين نصل لنهاية معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا على حسن المشاهدة والمتابعة في امان الله